بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل في هذه الحصة إن شاء الله لدينا اختبار الفصل الثاني في مادة اللغة العربية للسنة الرابعة ابتدائي تجدون أيضا اختبارات متوقعة ومقترحة للفصل الدراسي الثاني للسنة الرابعة ابتدائي في قائمة التشغيل في القناة سأترك لكم رابط القائمة في صندوق الوصف أيضا سأضع لكم في نهاية الفيديو الوضعيات الإدماجية المقترحة والمتوقعة بقوة لاختبار الفصل الثاني أولا عن الصحة ثانيا الرياضة المفضلة لدينا الغذاء الصحي إذن الآن نبدأ أولا بقراءة النص استمعوا جيدا كان الجو صافيا والشمس قد مالت عن وسط السماء والساعة تقارب الثالثة وكان الملعب الكبير يموج بجمهور غفير فالمدرجات مملوئة والناس يتزاحمون ليحصل كل واحد منهم على مكان صغير يجلس فيه بعدما قرأوا إعلان الجريدة الرياضية عن المقابلة النهائية بين الفريقين وها قد أتى اليوم الحاسم فقد استطاع فريقان من الفرق العديدة الوصول إلى النهاية بدأت المقابلة بعد أن حي الجمهور الفريقين بتصفيق حار وكان كل من الفريقين يريد أن يسجل هدف الانتصار وانتهى الشوط الأول بدون أهداف لدينا الآن أسئلة البناء الفكري أولاً هاتي عنواناً مناسباً للنص هنا النص يتحدث عن مباراة في كرة القدم لدينا أيضاً عن اليوم الحاسم الذي ستحسن به نتيجة نهائية هنا نستطيع هنا أن نقول مباراة في كرة القدم أو نقول يوم حاسم لدينا ثانياً عما أعلنت الجريدة الرياضية أذن الجواب موجود في النص أعلنت الجريدة الرياضية عن المقابلة النهائية بين الفريقين ثالثاً كيف كان الملعب الكبير نقول هنا كان الملعب الكبير يموج بجمهور خفير رابعاً هاتي من النص مرادف كثير الآن أسئلة البناء اللغوي أعرب ما تحته خط في النص لدينا الآن الكلمة الأولى كان لدينا الكلمة الثانية الجو الكلمة الثالثة صافياً الكلمة الرابعة لدينا فريقاني إذن هنا كان كان يا أبطال لدينا اسم لا هنا لدينا كان تعرفنا عليها سابقاً نقول فعل ماضي ناقص جيد بعد كان هنا لدينا اسم اسم مرفوع كان الجو إذن لدينا اسم مرفوع نقول اسم كان مرفوع وعلامة ورفعه الظم الظاهرة على آخره لدينا الكلمة الثالثة هنا لدينا اسم تنوين بالفتح إذن لدينا منصوب جيد إذن ماذا نقول هنا يا أبطال نقول خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره الآن الكلمة الرابعة لدينا فريقاني نحدث هنا نوع الكلمة اسم في الحرف لدينا اسم جيد إذن نقرأ الكلمات التي جاءت قبلها فقد استطاع فريقاني استطاع من لدينا فريقاني إذن هنا لدينا الكلمة مثنى جيد يعني كم؟ لدينا اثنان جيد إذن استطاع من فريقاني إذن هنا لدينا فاعل مرفوع وعلامة رفعه هنا علامة رفعه ماذا؟ تعودنا على الفاعل لدينا ظم ودرسنا أيضا هنا لدينا إذا كان مثنى ماذا نقول يا أبطال؟ وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى إذن هذا فيما يخص الإعراب إذن لدينا الآن ثانيا استخرج من النص لدينا فعلا ناسخا همزة متوسطة همزة متطرفة مضافا إليه الصفة ولدينا هنا حرفجر متصل لدينا هنا اسما مجرورا ولدينا أيضا فعلا مضارع إذن نعود الآن للنص نبحث عن الكلمات إذن لدينا أولا استخرج من النص فعلا ناسخا فعلا ناسخا يا أبطال يعني كان أو إحدى أخواتها إحدى أخوات كان إذن هنا لدينا كان لدينا بعد ذلك همزة متوسطة همزة في وسط الكلمة لدينا مجموعة من الكلمات مثلا نختار النهائية إذن لدينا همزة متوسطة بعد ذلك همزة متطرفة همزة متطرفة يعني في نهاية الكلمة لدينا السماء إذن لدينا همزة متطرفة مضافا إليه إذن هنا مضاف إليه نشوفوا نبحث عن كلمة تبدأ بألف ولا الكلمة هنا تكون مجرورة قبلها جاءت كلمة نوع الكلمة لقبلها يكون اسم ناكرة إذن لدينا كان الجو صافيا والشمس قد مالت عن وسط السماء إذن هنا لدينا كاسم ناكرة لدينا اسم معرفة لدينا مجرورة إذن لدينا مضاف إليه جيد بعد ذلك إذن بعد ذلك لدينا صفة كيف سنجد الصفة يا أبطال هنا الصفة اتبع الكلمة التي جاءت قبلها نسموها الموصف هنا تبعها في واش أولا إذا كانت الكلمة التي جاءت قبلها ناكرة تكون الصفة ناكرة جيد إذا كانت مجرورة أو مرفوعة أو منصوبة تبعها أيضا في الإعراب تكون مجرورة أو منصوبة أو مرفوعة إذا كانت مفرد تكون مفرد إذا كانت هنا ناكرة تكون ناكرة لدينا هنا مثلا إعلان الجريدة الرياضية لاحظوا معي أبطال الكلمة تبدأ بألف ولام الكلمة تبدأ بألف ولام هنا لدينا كسرة هنا لدينا كسرة جيد إذن هنا لدينا مؤنث مؤنث أحسنتم الجريدة مفرد مفرد إذن لدينا الرياضية صفة النهائية أيضا لدينا الصفة إذن لدينا حرف جر متصل لدينا من حروف الجر اللام الباء الكاف لدينا بجمهور خافير إذن لدينا بحرف جر متصل اسما مجرورا الآن لدينا جمهور أو لدينا أيضا كلمة من الفراقي هنا لدينا اسم مشرور اسم مشرور دائما يكون قبله حرف جر هنا حرف الجر يمكن يكون متصل أو يمكن يكون منفصل لا بأس في ذلك إذن لدينا الآن فعل مضارح الفعل مضارح هنا يعني يحدث الآن وباش نتأكد أني عندي فعل ندخل قد على الكلمة إذا قابلتها يعني عندي فعل بعد ذلك نتأكد هل لدينا فعل مضارح أدخل السين أو السوف إذا قابلتها يعني عندي فعل مضارح لدينا يجلس نقول سيجلس سوف يجلس إذن لدينا فعل مضارح الآن الثالثا أدخل كان أو إحدى أخواتها على الجملة التالية ثم حولها للمثنى لدينا هنا الجملة الملعب كبير لدينا كان أو إحدى أخواتها لدينا كان سارة أصبح أفحى أمس ليس بات ندخل كان أو إحدى أخواتها مثلا نقول سارة هل نقول سارة الملعب كبير لا عندما تدخل كان أو إحدى أخواتها على الجملة الإسمية هنا كان أو إحدى أخواتها دائما تدخل على الجملة الإسمية يعني أول كلمة يكون عندي إسم ماذا تفعل هنا؟ فإنها تبقي المبتدى مرفوعا ويسمى إسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها إذن لدينا الكلمة الأولى يعني تبقى كما هي مرفوعة الكلمة الثانية تتغير هنا ماذا تصبح؟ لدينا منصوبة الملعب كبير نقول سارة الملعب كبيرا سارة الملعب كبيرا لدينا الملعب مفرد كبيرا مفرد إذن نحولوها للمثنى إثنان إذن ماذا سنفعل يا أبطال؟ لتحويل للمثنى أضيف ألف ونون في نهاية الكلمة أو ياء ونون متى أضيف ألف ونون؟ ألف ونون إذا كانت عندي ضمة هنا عندي ضمة في آخر الكلمة إذن أضيف ألف ونون هنا ياء ونون إذا كانت عندي كسرة أو فتحة إذن نضيف يا ونون إذن هذا فيما يخص الجزء الثاني نمر الآن الجزء الوضعية الإدماجية الوضعية الإدماجية حضرت أو شاهدت مباراة في كرة القدم على شاشة التلفاس تحدث عن هذه المباراة في فقرة لا تتجاوز عشرة أسطور إذن هنا يقوم التلميذ بكتابة الفقرة سأترك لكم الآن وضعيات إدماجية مقترحة للفصل الثاني عن الصحة عن الرياضة المفضلة لدينا أيضا عن التلوث نعم لدينا أيضا عن مباراة في كرة القدم وعن الغذاء الصحي إذن هذه الوضعية الإدماجية المقترحة والمتوقعة بقوة للفصل الثاني هنا تكون خلاص سمعانا حصة اليوم دمتم سالمين وفرعات الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر